فتيرة اسفنجية قطنية بحشوة وسيطة وعجينة هشة وخفيفة زي الريشة العجينة دي تصلح لكافة أنواع الفطاير والمعجنات في التريد النهاردة هتنسيكوا الكروس والبريوش يلا بينا نبدأ بسم الله وعلى بركة الله نشوف المأدير وطريقة التحضير بولة كبيرة وحطت فيها كباية ونص من المية الدفية نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان حطت عليهم معلقة صغيرة من السكر و3 معالق من اللبن البودر هنخلط بقى وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا قبل ما نحط باقي الإضافات لو أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك والشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا مني كل الوصفات الجديدة اللي بقدمها هنضيف بقى 3 معالق كبيرة من الزيت للخليط بتاعنا 3 معالق زيت فقط لغير وهنحط كمان معلقة واحدة من الخل طبعا معلقة كبيرة برضو من الخل الخلي هنا هيديني هشاشة وهيخلي العجينة بتاعتي لونها فاتح وكمان خفيفة جدا زي الرشة هقلب بقى كده وهخلط كل المكونات مع بعضها كويس جدا قبل ما نضيف عليهم المكونات الجفة والمكونات الجفة عندي بتتكون من نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات طبعا لما كون بعمل معجنات او كيك او اي حلويات عموما لازم ننخل الدقيق بتاعنا كويس جدا نخل الدقيق بتاعنا بيديني هشاشة للعجين بتاعي بيخليه هش وبيخليه خفيف وكمان بنتأكد ان الدقيق بتاعنا جودته كويسة وما يكونش في رملة ولا اي حاجة فعلشان كده احنا لازم ننخل الدقيق بتاعنا كويس جدا هنخل بقى كل كمية الدقيق اللي موجودة عندي ولسه في اضافات هنضيفها كل المقادير هسبح لكم ان شاء الله زي ما تعودتم معايا في صندوق الوصف هحط بقى على الدقيق بتاعي معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات وكمان هنحط نص معلقة صغيرة من الملح وهنخلط بقية الدقيق بتاعنا خلاص كده نخلط الدقيق بتاعي في الاول هنستخدم معلقة كده ايه علشان نقلب بيها المكونات مع بعض وبعدين بقى خلاص بعد ما نخلطهم شوية كده بسيطة هنستخدم ايدينا هنخلط بقى كده المكونات علشان نشكل او نكون عجينة تكون هشة وخفيفة والعجينة دي احلى حاجة فيها انها بتصلح لكافة انواع الفطاير والمعجنات يعني مش لازم بس تعملوا بيها الفطايرة بتاعتنا النهارده تقدروا تعملوا بيها فطاير وانواع كتير من المعجنات لانها عجينة جميلة جدا خفيفة وهشة زي الريشة كده يعني وزنها خفيف جدا بعد ما بنعمل بيها المعجنات بتاعتنا بتكون وزن المعجنات خفيف جدا زي الريشة تمام بعد بقى ما عجنت كده العجينة بتاعتي شوية هنبتدي نحط عليها معلقتين كبار من الزبدة اللينة زبدة طبعا تكون طرية كده علشان خاطر نعرف ندمجها مع بقية العجين حطيتهم كده على العجين وابتديت ان انا اجمع العجينة بتاعتي انا مرضيتش اجري المقطع اكتر من كده سبتوا تشوفوا المقطع كله في الاول كده العجينة بتاعتي بتتقطع وبتحسوا انها كده مش افضل حاجة وبتفتكروا انها بوزت لا طبعا هي ما بوزتش مع العجن هتبتدي العجينة بتاعتي تتجمع وتتلم وتبقى طرية كده ونعمة وهتديكم نتيجة حلوة جدا اضافة الزبدة في الاخر بتديني نتيجة حلوة جدا خلاص كده انا جمعت العجينة بتاعتي لحد ما العجينة كانت طرية معي هنجيب بقى نفس البولة وهنحط فيها نقطة كده من الزيت وهنغطي بها كده سطح العجينة بتاعتنا وهنغطيها ونسيبها تخمر تعالوا بقى نحضر عجينة تانية وهقولكو هنعمل بيها ايه هنحط 3 معالق صغيرين من الديقيق عليهم معلقة واحدة من الزبدة الليينة وعليهم معلقة واحدة من الجبنة تقدروا بقى تستخدموا اي نوع جبنة انا استخدمت جبنة براميلي تقدروا تستخدموا جبنة فيتة تقدروا تستخدموا جبنة كريمي اي نوع جبنة انتو بتفضلوه او كمان تقدروا تستخدموا اشطا بعد ما نجمع العجينة دي هنركنها على جنب وهنشوف هنعمل ايه جبت بولة كبيرة وحطيت فيها حوالي 125 جرام من الجبنة الجبنة دي نوعها براميلي تقدروا تستخدمه جبنة فيتا أو أي نوع جبنة زي ما قلت لكم وهنا أنا بحضر الحشوة السهلة البسيطة اللي هنحش بيها الفتيرة بتاعتنا النهاردة حطيت عليهم حوالي كده ربع معلقة ولا نص معلقة من الزعتر وهحط عليهم معلقتين صغيرين مليانين من المايونيز المايونيز هنا مع الجبنة هيديني طعم حلو جدا وهيخلي الجبنة بتاعتي تتحول كده من جبنة تكون أسية ونشفة شوية لجبنة طرية وكريمية كده وبتبقى سهلة الفرد معي والطعم ولا أروع خلاص كده أنا حضرت حشوة الجبنة عندي بقى هنا دا سوسيس متقطع قطع صغيرة وعندي كمان فلفل رومي وفلفلاية حارة متقطعين قطع صغيرة جدا تقدروا بقى تحطوا الحشوة اللي انتو بتحبوها تقدروا تحشوا لحمة مفرومة تقدروا تحشوا الجبنة دي مع الفلفل بس وما تستخدموش سوسيس تقدروا تستبدلوا السوسيس باللانشون تركي مدخن اي حاجة انتو بتحبو تحطوها في الحشوة حطوها مفيش مشكلة خالص الفطيرة بتاعتي النهاردة تنفع معاها حشوات كتير جدا جبت بقى القلب بتاعي اللي انا هحط فيه الفطيرة بتاعتي ودهانتو كويس بالزبدة وركنتو على جنب انا بعمل كل تحضيراتي علشان لما نبتدي في تشكيل الفطيرة بتاعتنا تكون كل حاجة جاهزة معنا وننجز وتكون كل شيء منظم ومرتب العجينة بتاعتي هنا كان مر عليها حوالي نصف ساعة او نصف ساعة اللي خمس دقايق ابتديت بقى اننا اهبط العجينة بتاعتي واشتغل فيها قطعت بقى كده العجينة بتاعتي على عشر كرات متساوية الحجم بالشكل اللي انتو شايفينه ده وحجمهم كان متوسط في ملحوظة هنا عاوز اقولها ما تخلوش العجينة في اول تخمير ليها تخمر اكتر من نصف ساعة لان احنا لسه بعد ما نشكلها هتخمر تاني فاول مرة نخمرها بس من تلت ساعة لنصف ساعة بالكتير قوي وبعدين نبتدي ان احنا نقطعها على شكل كرات بالشكل ده كده وبعدين هنبتدي بقى نشتغل فيها ونشكلها وهنسيبها بقى تخمر التخمير النهائي قبل ما ندخلها الفرد هنتابع مع بعض كده الفيديو هنشوف كل الخطوة بالتفصيل خلاص كده انا كنت خلصت تشكيل الكرات كل كرة زي ما قلنا كده العجينة كلها عملت معي عشر كرات حسيت كده ان اول واحدة كانت كبيرة شوية عن باقية الكرات فاخدت منها كده حتة وبتريت ان انا ازبط كده الكرة النهائية بتاعتي علشان يكونوا عشر كرات بالزبط اول بقى ما بخلص تشكيل باشتغل على طول مش بسيبها تخمر تاني ولا اي حاجة مجرد ما انا خلصت تشكيل بتكون اول كرة معي ارتاحت فببتدي بيها ان انا افردها بالشكل ده كده مش هيبه صغلنا كده بالشكل ده وهنبتدي نفرد الكرة بتاعتنا على رشة كده بسيطة جدا ما تكتروش الدقيق رشة بس بسيطة كده تنسيم الدقيق زي ما بنقول وهنفردها كده بالشكل ده شكل دائري ومش هنرقاها قوي احنا بس هنفردها كده بسيط علشان نعرف نشكلها بالحجم اللي انتو شايفينه ده هنبتدي بقى نطوي كده العجينة نصين علشان تكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا وموضح في الفيديو يلا بقى نبتدي ان احنا نحط الحشوة بتاعتنا بصوا بقى طريقة الحشوة بسيطة وسهلة جدا وهتديني شكل حلو قوي في النهية هاخد كده الاول الجبنة بتاعتي وهندهنها كده على اطراف العجينة زي ما احنا شايفين معانا كده وهندهن برضو الجنب التاني ما تقطروش قوي من الحشوة ما تقطروش من الجبنة يدوبك بس كده حوالي نص معلقة كده صغيرة هنفردها كده على العجينة بتاعتي وبعدين هنحط بقى الفلفل بتاعنا بتقدرو بقى تستخدموا فلفل الوان او فلفل رومي بس او فلفل حار زي ما بتحبوا وهنبتدي كده ناخد كده شوية كده من قطع السوسيس السغنانة دي وقطعوا كده لحاجات صغيرة علشان خطر تكون شكلها حلو جدا في الحشوة معاكم وهنبتدي بقى نقفل كده الفتيرة بتاعتنا زي ما هو موضح على شكل الكون كأن بالضبط اتنين كون لازقين مع بعض كده في فتيرة واحدة وهنحطها كده ونقربها من حروف الصينية بالشكل اللي احنا شفنا ده وهنبتدي ناخد واحدة تانية ونعملها بنفس الطريقة برضو هنفردها على شكل دايرة والدايرة هنتنيها نصين علشان تكون نص دايرة ونحط فيها الحشوة وبردو هنعملها على شكل اتنين كون بالشكل اللي احنا شايفينه دا بصوا بسيطة جدا سهلة ما فيهاش اي تعائدات وفي الاخر هتديني شكل وهمي شكل في منتهى الشياكة هقفل بقى كده الفتيرة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه دا وبردو على شكل كون وبردو في الصينية حطوا بقى الفتير بتاعتكو كلها جنب بعضها لانها ما شاء الله انا الصينية دي كانت مقس 24 بعد ما خلصت الكمية ما شاء الله لقيتهم يعني 9 وحديات او 9 كرات من دول ملوا الصينية على الاخر واتفضل معايا كرة فالكرة الاخرانية هقولكو هنعمل بيها ايه هنزود بقى الفتيرة بتاعتنا جميل وهنديها شكل حلو جدا وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعملها ازاي اهم حاجة وانتو شغالين في الفتير بتاعتكو تكونوا مغطيين الكرات كويس جدا علشان ما تنشفش معايا كو من الهوى يعني لازم تغطوها كويس عموما المخبوزات والمعجنات لازم نغطيها واحنا شغالين فيها علشان ما تنشفش وعلشان ناخد افضل نتيجة بصوا نضغط عليها كده وبنقفلها كويس وبردو على شكل الكون انا عملت معاكو التلات وحدايات دول علشان خاطر تشوفوا الطريقة بصوا بقى بعد ما خلصت الصينية بتاعتي اخر كورة بقى الكورة رقم 10 عملت فيها ايه فردتها كده على شكل مربع وابتديت ان انا قد هنا هكون لها بالجبنة بالشكل ده كده وبعدين حطيت عليها الفلفل والسوسيس وبعدين هنلفها على شكل رول زي ما احنا شايفين مع بعض كده وهنعمل فيها حاجة حلوة جدا دلوقتي هنتأكد بس ان احنا قفلنها كويس وبعدين هنجيب بقى السكينة بتاعتنا وهنقطع الفطيرة بتاعتنا دي كده من النص بالطول كده بس مش هنقطعها للاخر هنسيب اخر حتة كده علشان خاطر هتشوف هنلفها زي بصوا هنعملها زي الضفيرة كده كأننا بنضفرهم بس تخلوا الجزء اللي احنا قطعناه ده يكون لفوق كده اللي هو فيه الحشوة زي ما انتو شايفين معايا كده وموضحه قدامكم وهنلفهم على بعض كده زي الضفيرة وبعدين هنعملهم على شكل دايرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده وبقى معايا شكل الوردة التحفة دي شكل في منتهى الجمال هنحطها بقى كده في نص الصينية بصوا بقى الشكل هنغطيها بقى وهنسيبها تخمر هنا بقى هنسيبها تخمر من ساعة لربع لساعة اول ما يتضاعف الحجم بتاعها مرة ونص توصل لاعلى الصينية خلاص كده هي جزة معايا تعالوا بقى نشوفها نعمل ايه علشان نساوي الفطيرة بتاعتنا نجهز بقى حاجتنا كده هنجهز اول حاجة المادة اللي هندهن بيها وش الفطيرة بتاعتنا حطيت معلقة صغيرة من الحليب البودر وعليها معلقة صغيرة من الحليب السائل وقلبتهم كده علشان يدوني لون دهبي للفطيرة بس قبل ما نكمل بقى بقيت الفطيرة عايزاكوا كل الوصفات اللي هتظهر قدامكم دلوقتي دي تدخلوا تشوفوها بسرعة بعد ما تخلصوا الفيديو الفطير المشالدة التركي فطير القطن فطير الطاصة السريع فطير بعجينة خفيفة وصفات كتير جدا كلها هتلاقوها ان شاء الله في صندوق الوصف او هتلاقوها في اول تعليق مسبت وكمان هتظهر قدامكم في علامة الاي هتعجبكم جدا خلاص بقى الفطيرة بتاعتي بعد حوالي ساعة لعشر دقيق كده لقيتها ما شاء الله اختمرت فجبت بقى الحليب ودهنت بشها بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا ده احنا بندهن هنا بالراحة خلوا ايدكم خفيفة على الفطير بتاعتكم وانتوا بتدهنوها علشان ما تهبطوهاش وتخرجوا منها التخمير بتاعها بالراحة كده بتدهنو بالفرشة بالشكل البسيط ده وبعدين هنجيب بقى العجينة بتاعتنا الصغنانة اللي احنا كنا شايلينها على جنب دي وهنبتدي ان احنا نقطعها قطع صغيرة خالص وتكون متبططة كده ورقيقة وبشكل عشوائي وهنحطها على الوش طيب العجينة دي هتديكم ايه او هيكون طعمها زي ايه ايه عارفين طعم الجبنة الرومي عارفين طعم ايه كأنكم بتاكلوا كده فطاير مقرمشة صغنانة ايه محطوطة يعني كده فيه ارمشة بسيطة من على الوش والفطيرة بتاعتنا من جوه بعد ما تستوي هتكون هشة كده وخفيفة فميكس حلو جدا ميكس الارمشة مع الهشاشة والخفة والطعم اللي هو القطني الخفيف ده بجد فطيرة اه فعلا اسفنجية وقطنية جميلة جدا سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت وكمان مكلفتناش كتير ومشاء الله مش بيع جدا يعني دي تكفي اسرة مكونة من خمس افراد هيكلوا ويشبعوا منها حلوة جدا ممكن تكون وصفة سهلة جدا للفطار او للعشا في الجو الحر بقى اللي احنا فيديو من دول حاجات بسيطة وسهلة بصوا الفطيرة بتاعتي كمان كانت سخنة انا استعجلت عليها يعني لو قعدنا شوية كمان وكانت دفيت شوية بجد كانت خطيرة بس انا قطعتها هي سخنة بجد مش قادرين نستحمل رحيتها الجميلة اللي مالت البيت كله بريحة الخير والخبز والحاجات الحلوة دي وبصوا خفيفة وهشة وبسيطة اتمنى اني واصفة النهاردة تكون عجبتكم باي باي